الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فهذه سورة الإنسان نقرأها ونتدبر معانيها ونتعرف على ما فيها من أحكام سائلين الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاصة في القول والعمل وقد توقفنا عند قوله تعالى إن هدينه السبيل إما شاكرا وإما كفورا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا هديناه السبيل إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآلية من فضة وأكواب كانت قواريرا ويطاف عليهم بآلية من فضة وأكواب كانت قواريرا قواريرا من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا بارك الله فيكم حسنتم إن هدينه السبيل إما شاكرا وإما كفورا لما ذكر الله الشكر قال شاكرا ولما ذكر الكفر قال كفورا لماذا؟ لأن قليل من عبادية الشكور فعبر عنه بشاكرا أما كفورا فكثير من الناس تجحد نعمة الله عز وجل تجحد البعث والجزاء فقال كفورا إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسلة سلاسلة لحفص من طريق الشاطبية وجهان الأول أن نثبت الألف لو وقفنا عند سلاسلة سلاسلة والثاني حذفها والمقدم الأول سلاسلة وأغلالا وسعيرا الأغلال ما هي الأغلال؟ القيود التي يربط بها والسلاسل التي تربط بها أهل النار ثم قال الله عز وجل بعد ذلك لما ذكر جزاء الكافرين قال إن الأبرار هذا جزاء المتقين الأبرار جمع بر وهو الذي يتقيه ربه ويخافه يشربون من كأس شو بدأ نعيم الجنة هذه السورة جسدت نعيم الجنة وفصلت فيه لا يرون فيه قال تعالى يشربون من كأس كان مزاجها كافورا كأس هذه ما أكل كفور في أحسن أوصافه هذه الكأس من خمر ولكن خمر الجنة ليس كخمر الدنيا خمر الدنيا تجده مرًا وذو رائحة منتنة ثم إنه يذهب بالعقل لأما خمر الأخرة فلذة للشاربين لا فيها غول ولا معهم عنها ينزفون يعني لا فيها عكار ولا شيء وخمر لذيذة عينا يشربوا بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يعني إيه هذه الخمر كويس الخمر يعني يجرونها حيث شاءوا في منازلهم وقصورهم يوفون بالنذر من صفات هؤلاء النوم يوفون بإيه وكمان إيه يخافون يوما كان شره يوم القيامة شره مستطيرا يعني فاشيا منتشرا غاية الانتشار شره مستطيرا وأيضا من صفاتهم أنهم إيه يطعمون إيه ترقق النون يطعمون الطعام لأنه بعدها في المجورة لا في النطق الطاء يطعمون الطعام على حبه هم يحبون هذا الطعام وهذا المال لكنه يؤثرون غيرهم على أنفسهم ويحبون الله عز وجل ذلك يتصدقون على مين على المسكين واليتام والإيه الأسرى لأنه هذه الأصناف الثلاثة أحق أن ينفق عليها مسكينا ويتيما وأسيرا الحكم هنا اضغام به بغنى نقص مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله هم في ذلك يفعلون هذه الأفعال وتلك الطاعات يبتغون بها وجه الله عز وجل نال نريد بينكم جزاء يعني نستفيد من ذلك إن إنسان لو أنفق شيئا في سبيل الله لا ينتظر الجزاء ولا الشكر من الذي أنفق عليه لأنه ينتظر ذلك عند الله إنا نخاف أيضا من أوصافهم إنا نخاف من ربنا نخاف إيه يوما عبوسا قم طريرا العبوس يعني تكلح فيه الوجوه وقم طريرا يعني يوما شديدا شديد العبوس قم طريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم ترقق اللام ولقاهم نظرة ترقق النون وسرورا وجزاهم بما صبروا بسبب صبرهم يعني جنة وحريرا يلبسون الحرير استبرقوا السندس ويتكئون على الأرائك متكئين على الأرائك مادة مادة واجب متصل واجب متصل لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا يعني الزمهرير اللي هو البرد الشديد لا يرون فيها شمسا ودانية عليهم ظلالها وزللت قطفا يعني أصبحت القطف الجنة مزللة يأخذوا ناحي سشاء قائمين وقاعدين ومتجعين ثم بعد ذلك أيضا نعيم الجنة ودانية عليهم ظلللت وزللت قطفا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قواريرا هذه الأولى لو يعني إذا وقفنا عليها نثبت الألف قواريرا وهنا علامة الصفر المستطيل هنا لكن لو وصلناها نحزف الألف أما قواريرا الثانية لو وقفنا عليها نحزف الألف ولو وصلناها نحزف الألف يبقى الفرق بين الأولى والثانية قواريرا الأولى تثبت وقفا وتحزف وصلا أما قواريرا الثانية تحزف وصلا وإيه ووقفا بارك الله فيك قواريرا من فضة قدرواها تقديرا وأيضا يسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا الله مرزقنا الجنة ونعيمها الله مرزقنا الجنة بفضلك يا رب العالمين اجعلنا من أهل طاعتك ورضوانك وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين